بعد ما خرجت من مراجعة الفيل اللازرق 2 بأقل الخسائر الممكنة أظن الوقت بقى مناسب لمراجعة باقي أفلام العيد مع كامل الاحترام لكل الآراء أحداث فيلم ولاد رزق 2 بتبتدي بالإخوات الأربعة وتابعهم عاطف وهما بيحضروا العملية جديدة ولكن قبل ما تبدأ العملية فرقنا بيتعرض لهجوم رضا وربيع ورجب ورمضان بيقدروا يهربوا ولكن عاطف بيتمسك وبيتم اقتياده عشان يتم استجوابه على إيد كامال اللي عاوز يعرف كل حاجة عن ولاد رزق عاطف بيحاول يجدب عليه ويضلله ولكن كامال مصمم أنه يعرف الحقيقة بكل الطرق الممكنة فيا ترى إيه اللي حيحصل موسم عيد الأطحى لسنة 2019 هو موسم الجزء التاني بكل جدارة عندنا 3 أجزاء تانية ل3 أفلام أنا عن نفسي حبيت أجزاءهم الأولى حسيت بخيبة أمل لما اتفرقت على الجزء التاني من الفيل الأزرق وده خلاني أدخل ولاد رزق 2 بقلق كبير وهو إن سباق شباك التذاكر بيقود صناع السينما الجدد في مصر لافتراض محبط وهو إن الأجزاء التانية لازم تمشي على نفس خطى الأجزاء الأولى عشان تحقق نفس النجاح وأنا قلت افتراض محبط ما قلتش خاطئ لأننا بنشوف بنفسنا دلوقتي إن الطريقة دي فعلا آمنة جدا بالنسبة للأجزاء التانية لتقديم أداء جيد تجاريا ولكنها بالتأكيد مش ضمان لتقديم فيلم جيد يعيش معانا فترة ويمهد بشكل لائق لأجزاء أكتر وبالتبعية نجاح أكبر لحسن الحظ أنا مش محتاج أتعمق أكتر من كده في الموضوع ده في الحلقة دي لإن ولاد رزق 2 بريء من كل هذه التهن الحقيقة الفيلم يعتبر مثال جيد جدا للتوازن ما بين كل ما هو جديد وكل ما هو آمن في الأجزاء التانية بيورث كل ما لا يمكن تجنبه وفي نفس الوقت بيحاول يهرب من قيود الماضي في كل فرصة ممكنة وإن كان مش دايما بنجاح ما لا يمكن تجنبه هو العالم اللي أحدثنا بتدور فيه وطبيعة شخصياتنا وخيوط القصة اللي أنا حسيت إنهم عندهم الصحة الكافية للاستكشاف أجزاء تالية من ساعة ما شفت الفيلم الأول في 2015 وأسلوب السرد اللي تم تقديمه في الجزء الأول وفضل طازة بالشكل الكافي بحيث إننا ما نحسش إن بيتم استهلاكه في الجزء التاني أما الجديد فهي نقاط الانطلاق لحبكتنا الجانب المقابل اللي بيشكل العوائق اللي بتقف في وش أبطالنا وإعادة ضبط ما كان معكوسا في الجزء الأول واللي يعتبر من أهم إنجازاته وطبعا مستوى التفاصيل في الفصول المختلفة من مغامرة أبطالنا ومع ذلك أعيد وأكرر إن ده ما كانش دايما ناجح أوقات كتير كنت بحس إن شفت حاجات مشابهة في الجزء الأول وكتير من الأوقات دي كنت بحس إنها كانت أفضل في الجزء الأول حنتعمق أكتر في الموضوع ده في حلقة الحرق اللي حتقدروا تسمعوها خلال يوم أو اتنين بالكتير إن شاء الله على بوديو اللينك بتاع قناتي على بوديو موجود في الدسكريبشن تحته يا ريت تتابعوني عشان توصلكم كل المناقشات اللي بنعملها مع حرية حرق وبما إنكم حاسين بحالة كرم من ناحيتي يا ريت تفتكروا تشتركوا في قناة فيلم جامد على يوتيوب لو ما كنتوش مشتركين وتعملوا لايك للحلقة آه أنا وحشتني اللايكات قوي ولاد رزق 2 فيلم متوازن ما بين المورثات والأفكار الجديدة فإيه بقى؟ هل ده كافي إنه يخليه فيلم حلو؟ أكيد لا ولكنه بيخليه جزء تاني له لازمة اللي بيخليه فيلم حلو هي قنته كمنتج مستقل فيلم أكشن مثير متخم بالنجوم وفعال جدا في تنويعاته ما بين الكوميديا والجدية وألعاب العقل والفيلم ناجح في كل تصنيف من دول كالعادة بدرجات متفوتة أفضل زوايا الفيلم في رأيي هي الأكشن والكوميديا مشاهد الاشتباكات والمعارك متصممة بشكل كويس جدا ولكنها مش بالضرورة متصورة بشكل كويس جدا متصورة بالأسلوب الآمن اللي بيتحرك كتير وبيتنطط كتير عشان يجنبنا تعائدات المخاطر وده تمام جدا طالما تفاصيل المعارك واضحة ومش مربكة الفيلم فيه مطاردة عربيات حقيقي مبهرة فيها فصول ومراحل وبتستفيد جدا من بيئتها المحيطة ودي اللي فعلا متصممة ومتصورة بشكل مثالي الكوميديا متوظفة بشكل كويس جدا وبتعتمد بشكل أساسي على طبيعة الشخصيات فيه بعض المحاولات الكوميديا اللي كانت بتعتمد على غرابة الموقف وما كانتش أفضل حاجة ولكنها لما كانت بتظبط حقيقي كانت بتبقى جمدة جدا وآه عشان أكون واضح إحنا كنا بنرفص من الضحك في السينما الحوار عموما في الجزء ده من العناصر اللي تحسنت عن الجزء الأول التحولات الجادة الغير معتمدة على الأكشن أو الكوميديا كانت جيدة جدا ولكن هي دي العناصر الأكثر تشابها مع الجزء الأول ألعاب العقل كويسة والسيناريو بذل مجهود واضح عشان يخليها منعشة ومثيرة وفيها عنصر معين كان من أكثر الأمور المحيرة والمثيرة للاهتمام ولكن برضو في الصورة الكبيرة بتاعت ألعاب العقل عنينا شوية من اللي احنا عارفينه بالفعل من الجزء الأول الأداءات التمثيلية ممتازة من الجميع حتى المشكلة اللي كانت عندي في الجزء الأول بتاعت الممثلين اللي شكلهم أحلى من شخصياتهم مدايقتنيش في الجزء ده أحمد الفشاوي واخد خطوة الورى في الجزء ده على مستوى حجم الشخصية وأهميتها والحقيقة دي حاجة تحترب لأن في عمل زي ده لو كل الناس طلبت بوقت كبير على الشاشة الفيلم عمره ما كان حيتعمل كريم آسم المرادي واخد قدر كبير من الاهتمام اللي كان مفتقده في الجزء الأول واللي استفاد منه جدا في الجزء الثاني عمر يوسف كويس جدا ومقنع بشدة في انتقال مهم لشخصيته يكاد يكون غير مرئي وهو إن ربيع متمرد سلاش أحمق بطبيعته مش بس بسبب حبه للستات والشرب وصل لمرحلة بقى صعب معها مقرر إذا كان إنسان كويس ولا وحش الصراحة دي تفصيلة مهمة جدا في فريق الإخوات كله وأتمنى إن يتم دراستها بشكل أكبر في الأجزاء اللي جاية خصوصا وإن زعيمهم أخيرا بيتحرر من أسلوب الأداء اللي كان بيصنفه كمجتهد لا يصيب كثيرا وبيقدم أداء عمره في الفيلم ده أحمد عز في ولاد رزق 2 هو أكتر ممثل مقنع في رداء شخصيته البلطجي العصبي اللي عنده مهارة الحكم الجيد على الشخصيات اللي بيقابلها وعنده ذكاء شوارع ولكنه يفتقد تقريبا لكل الأنواع الأخرى من الذكاء واللياقة الاجتماعية تعبيراته طريقة كلامه المراضي ممتازة حتى زعيقه المستمر المراضي مدايقنيش من الأداءات الممتازة برضو بسم الصمراء ومحمد ممدوح أداء ممدوح بالتحديد هو أداء الخداع الأنجح في الفيلم كله خالد الصاوي مبهر كالعادة وللأبد بيلعب دور شخص أجنبي وما بيبلغش في استهلاك العربي المكسر هو الحقيقة ما بيبلغش في استهلاك أي حاجة كان ممكن تخليه يبرز أكتر ولكن هو مخلي أداءه يوصل لأقصى درجات الفاعلية باستخدام الأدوات الأساسية الهدية بشكل عام ورغم أني كنت قلقان من تشكيلة الجانب المقابل في التريلر لازم أعترف بأن قرار الفيلم باستخدام شخصيات جديدة على الجانب ده كان صحيح للفيلم ده وللأفلام القادمة ولاد رزق 2 هو دليل على أن الأجزاء التانية بشكل عام مش حاجة وحشة هي بس محتاجة تتبني على خطة جيدة أو فكرة جيدة فيلم جيد جدا على مستوى الكتابة وعلى مستوى التمثيل وعلى مستوى الإخراج وبدون أي تعقيدات ملهاش لازمة ولكنه برضو عانى من بعض موروثات الجزء الأول اللي خلت بعض التسلسلات مألوفة بشكل كبير وبعض التسلسلات الأخرى متوقعة بشكل كبير تقييمي لفيلم ولاد رزق 2 هو 8 من 10 ونهاية الفيلم خلتني متفائل جدا بمستقبل هذه السلسلة منقشة الحلقة تقدروا تفكروا في دور نقل ممثل أو ممثلة من خانة الاجتهاد لخانة الإيجادة والتمكن ما هو الدور ومن هو الممثل أو من هي الممثلة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر وبودجو وبي باي